لا بالدولار ولا بالليرة اللبنانية موقف حازم أطلقه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حول عدم تغطية المركزي لعجز موازنة الحكومة موازنة 2023 التي أكررت الأسبوع الفائت في مجلس الوزراء خلصت إلى عجز مقدر لغاية اليوم 46 تريليون ليرة أي ما يفوق 24% منها مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر أكراد الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة اللبنانية لن يتم طباعة عملة لبنانية لتغطية عجز بل يقتضي أن يتم ذلك من خلال تفعيل الجباية وتوزيع عادل للضرائب وتوسيع شريعة المكلفين وفتح كافة دوائر الدولة وعلى رأسها مراكز الميكانيك والدوائر العقارية وضبط مرافع الدولة والحدود الشرعية وعيد الشرعية فالأولوية بحسب منصوري تكمن اليوم باستمرار الاستقرار النقدي والذي تحقق بتدخل المركزي بالطرق التقليدية بالسوق خلال الشهر الفائد دون المس بحطيات العملات الأجنبية بل على العكس انخفضت الكتلة النقدية بقيمة 2 تريليون ليرة لغاية اليوم فكيف ستتم المحافظة على هذا الاستقرار في وقت تتطلب فيه رواتب القطاع العام نحو 7 تريليون ليرة من الكتلة النقدية إذا جرى دفع الرواتب بالليرة اللبنانية سيؤدي ذلك في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية إلى الضغط على سعر الصد لذلك سيتم دفع رواتب الكتاع العام للشهر الحالي بالدولار الأمريكي لكل الكتاع العام وعلى سعر 85500 ليرة للدولار الواحد كمجرى التوافق على أن يتم تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية دون المساس باحتياطات مصف لبنان العملات الأجنبية أيضا وفيما يتعلق بالتقرير الفرازن مارسل أكد منصور تعاون المركزي الكامل لإتمام التطقيق أود أن أؤكد في هذا المجال أن مصف لبنان لكافة أجهزته سيكون بكل ما يلزم لإتمام إجراء التطقيق أو إجراءات التطقيق الذي بدأ والذي يبطي أن يستكمل سواء لجهة تزويد الشركة بالمساندات التي تقول أنها لم تتسلمها أم لجهة تزويد القضاء بأي معلومات سيطلبها عند شروعه بالتحقيق الانتظام مالي للدولة دون إقرار القوانين الإصلاحية يقول منصوري داعي القوى السياسية إلى إخراج السلطة النقدية من التجاذبات السياسية فالتأخير بالإصلاحات يؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي